تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرين نتيجة لالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فيما يلي نصف البرقية الابن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظكم الله وليل عهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ويطيب لنا بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة أن نشارككم سعادتنا واعتزازنا بحلول هذه الذكرى الغالية على النفس والتي جاءت شاهدة على إشراقة نهضة مملكة البحرين المعاصرة تحت راية قائد الوطن وراعي مسيرته المباركة والدكم العزيز حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وأيده بنصره وتوفيقه وإنها فرصة طيبة ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة بالتوقف أمام ما تحقق وبالتطلع لما هو قادم أن نتوجه لسموكم بكثير من التقدير والامتنان ونحن نتابع ما تتفضلون به من اهتمام ودعم ورعاية مستمرة لسياسات عمل المجلس وخططه وبرامجه التي نحنص من جانبنا على أن تنسجم وتتسق مع توجهات ومبادرات الحكومة الموقرة وهو ما نراه واضحا وضوح العيان ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ومرتكزات السياسات الحكومية وصولا للمكانة الرفيعة للمرأة البحرينية كشرك جدير في إدارة شؤون الوطن وحماية مكتسباته وختما نكرر لكم عظيم امتنائنا وتقديرنا لما تحظى به مؤسسة المجلس من اهتمام حكومي من خلال آليات التعاون المشتركة والمتعددة التي تجمع الطرفين لخدمة أهل البحرين وتحقيق تطلعاتهم الكريمة والله نسأل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدتكم المحبة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله وهذا نصها صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وقرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ السرور والفخر برقية سموكم التي شاركتمونا فيها سعادتكم واعتزازكم بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة والتي هي محل اعتزاز لنا جميعا لما قدمه المجلس طوال مسيرته الحافلة بالمنجزات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي عكس خلالها رؤى وتطلعات جلالته بالعمل على تعزيز تقدم المرأة البحرينية على كافة الصعود حتى أصبح للمرأة البحرينية شأن كبير في كافة المحافل وتبوأت خلال المسيرة المباركة للمجلس والممتدة لعشرين عاما العديد من المناصب الدولية والإقليمية والمحلية وحققت المنجزات في المجالات المختلفة وتشرفنا برفع اسم المملكة عاليا في كافة المشاركات صاحبة السمو الملكي إنما تحق المرأة البحرينية من مكتسبات منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وحتى اليوم يأتي في ظل الاهتمام والحرص الذي تولونه سموكم حفظكم الله لها وعنايتكم الدائمة لكافة نساء وبنات البحرين عبر توجيهاتكم السديدة للمجلس للمواصلة دوما في تحقيق كل ما من شأنه رفعتهن ونماءهن والتي يسعى المجلس دوما عبر أدواره الكبيرة لوضع توجيهاتكم موضع التنفيذ وعمله المستمر والدؤوب بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق كل ما فيه الخير للمرأة البحرينية ونؤكد لسموكم بأن المرأة البحرينية هي محل اهتمامنا دوما فهي شريك أساسي في كل ما تحقق للمملكة من نجاحات على كافة الأصعدة أو ما سيتم تحقيقه وسنواصل العمل دوما من أجل تعزيز تقدمها على كافة المستويات وتحقيق كل ما من شأنه رفعتها وتحقيق تطلعاتها وذلك عبر مواصلة خلق المبادرات ووضع السياسات الحكومية الكفيلة بتعزيز دعم تقدم المرأة ومكانتها الرفيعة في المجتمع وفي الختام تقبلوا سموكم منها عظيم الشكر والتقدير والامتنان داعين المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم ويديم عليكم مبفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين وفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر